شهادة التنوية العامة شهادة محترمة والأعداد التي تتقدم كل عام أعداد كبيرة جدا نحن على الدورة على الامتحان العام سيكون معنا تقريبا الأعداد في نهاية الأسبوع معنا الوزير سيصدر الأعداد لكل فرع تقريبا 160 ألف طالب وطالبة 160 ألف الطلب النظاميين تقريبا 100 ألف كانوا 105 ألف وشوي بعضهم بسبب الغياب بسبب الرسوب المدرسي ما رح يكمل معنا الآن هذا الأعداد الكبيرة لابد من وجود امتحانات تنوية عامة بتفرز الطلاب فهناك ناس بدأت جيب بالتسعين هناك ناس بدأت جيب بالثمانين هناك ناس إذا الامتحان ما فرز الطلاب إلى مستويات وما كان هناك تنافس تنافس للجامعات تنافس للتخصصات إذا الامتحان بدأت يكون فيه خلل مهم أنك سألت قبل شوية كيف بدي يكون صعب وكيف بدي يكون صعب احنا ما فيه عندنا شيء اسمه سهل وصعب فيه عندنا امتحان جيد الامتحان الجيد بيقول أنه فقرات الامتحان رح بتغطي يا شباب جميع محتويات الكتاب نعم وكل موضوع يأخذ وزنه الحقيقي والطبيعي هذا بسميه شمولية احنا فيه عندنا امتحان بده رائع الفروق الفردية أنتم كلكم مزي بعض فيه ناس طموحه بخمسة وتسعين وفيه ناس التسعين ما بتعبعينه وفيه ناس بده ثمانين وفيه ناس بس بده ينجح هذا الامتحان بده رائع كل هذا القضايا إذا فروق فردية بمعنى عدالة غالباً اللي بيقرر مدى السهولة والصعوبة إجابات الطلاب يعني أنا ما بيصير أحكم أول يوم بعد خمس دقائق من الامتحان واحد بيصيح واحد معاجب واحد فرحان إنه هذا الامتحان سهل اللي بيبين معانا إجابات الطلاب اللي هي نسب النجاح ومتوسط المعدلات نعم وإحنا راح ينعلن بالدورة الصفية هاي كل المادة كم طالب بيحقق العلامة الكاملة حتى ما حدا بيقولنا إنه هذا الامتحان كان صعب بيقول إنه بالرياضيات أنا في عندي واحد وثلاثين طالب المرة الماضية واحد وثلاثين طالب كان فول مارك بالمادة الرياضيات الفيزياء كان أكثر من ستين طالب حقق العلامة الكاملة بالدورة الماضية نحن بنتمنى إنه تكونوا أفضل الإشه الثاني اللي بيقرر إنه الامتحان سهل أو صعب هم الخبراء وهذا موجود عنه في وزارة التربية والتعليم فقط بعد الامتحان ما بينته بيوم بيوميا كل رؤساء مراكز التصحيح بيجتمعوا عندنا في إدارة الامتحان وبيستعرضوا فقرات الامتحان يستعرضوا لإيجابة النموذجية وبيتفقوا على إيجابة النموذجية وغالبا أو دائما بتكون لصالح الطلاب لكن أنا بدي أذكر للطلاب أنه قبل سنتين ما كان في فاصل ولا ساعة كان عندك عشر مواد بتقدمهم 12 يوم قبل سنتين أنا شاهد على العصر أنا بحكي 13 و14 و15 الأعوام هاي ما كان ولا يوم في فاصل كان الطالب عنده عشر مواد بيقدم يوميا الامتحان يعني إخوان كل قبل سنتين تخرجوا اسألوهم ما كان فيه ولا فاصل الآن إحنا بنعطي على الأقل على الأقل يوم ونص ويومين في كل المادة واحد اثنين إحنا بالحقيقة لغيات معدلك ومستقبلك إحنا فقط وقفنا على سبع مواد وبخاطر الوزارة بتنزل لأنه إذا بدي أروح على سؤال سميح الأخير إنه ليه إحنا رحنا على دورة واحدة ما رحنا ما هو أول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم بيكون عندنا بالمرحلة النهائية الإكزات إكزام بيكون عندنا سبع مواد لو برجعك من 62 إلى 2019 بقول لك إنه في سنوات كان 14 مادة مش معقول هاي مواد مهمة صح بس مش بالضرورة تكون كلها بالتوجيه فأنتو عصر ذهبي اللي أنتو موسيقى 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 شكرا